بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليطلع سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا واللا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا وتميد بكم رواسيا وتميد بكم وبث فيها من كل دابة وآسلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل صالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن الله غنش حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعزه يا بنش لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصين الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليش المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليش ثم إليش مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بنش إنها إن تكون حبة من خردن فتكون في صخرة من خردن فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بنش أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال وفخور وقصد في مشرك واغدد من صوتك إن آكر الأصوات لصوت الحميل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه صاهرة وباتنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما آزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسقى وإلى الله عاقبة الأمور وما كفر فلا يحسنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم ندطرهم إلى عذاب غليز ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغنش الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا نفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباتل وأن الله هو العلش الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار وشكور وإذا غشيهم موجوك الصلل دعبوا الله مخلسين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار وكفور يا أشه الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي بالد عن ولده يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاسد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأش أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العزيم